هذا ورحبت قيادات حزبية وسياسية باستجابة الرئيس السيسي لتوصية الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهمة وأكدت القيادات الحزبية أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان ويؤكد على الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة